السلام عليكم ومن periodicم ربراكم ومن روح القدس الهن واحد يوم يتكلم عن قول الله يسوع ما خرجتكم الى البرية التي تنظروا؟ أقصبتكم تحركوا هذه الريح؟ ماذا يقصد هنا عن يوحنا أنه قصب؟ كلنا نعرف أنه القصب خفيف وفارغ من جواه يروح شمال ويمين مع كل نسمة بس الرب يسوع قال لهم شو طلعتوا حتى تشوفوا قصبة لا يحنى منه القصبة الفارغة منه أي الإنسان الفارغ يحنى المعمدان ما بيتأثر بالمديح وما بيتأثر بالذن تعرض يحنى لكتير من الإهانات ومرض من حول زلمه للوالي زلمه للأمير ومرض وانحكى كتير معه مديح انت الأحسن وانت الأقوى وانت الأفضل شو كان رده لي يحنى أنا مش بس من المسيح كان بيقدر يقول لهم أنا من المسيح قال لهم أنا من أهل لحتى فك بس الحبلة تبع صباته هيد الحبلة كان يربته فيها الصندل أنا من أهل أنه فك هيدا الشريط حتى حاله تحت أدنى من أي خادم الخادم هو اللي بيفك الشريط فقال لهم أنا من أهل لأنه حتى فك سيور حزائه يعني أنا من أهل من الخادم شفته قداش كان مليئ من الروح ما كان فارغ مثل القصبة أنتوش طلعين تشوفه طلعين تشوفه هيدا الإنسان اللي ما بيتأثر لا بالمديح ولا بالزم ولا بالإهانات مملوء من روح الله هيدا الإنسان اللي مملوء من روح الله ما بيتأثر بشي قد ما حاربه الشيطان بيظل صامد مثل الجبل قد ما الناس حكيته بيظل متواضع مثل الأرز هيكي ثابت ما بيتحرك هيدا الإنسان يا أخوتي النبي العظيم مريو حنى اللي قال عنه الرب يسوع شو طلعته شوفه قصبة بيحرك الهوى كيف ما راحه ما أجل الهوى بتتحرك لا يحنى كان جبل إيمانه كان جبل صامد مليئ بالروح الكدس مليئ بالإيمان وهيكي لازم يكون كل مؤمن ما نكون مثل القصب يا أخوتي كل ما حدا حكيان إيه مزبوط وروحنا هونيك كل ما حدا حكيان إيه لا مزبوط وروحنا هونيك أو برس حدا يقول لك برافو عفاك ولا عملت وعزة حلوة أحد شو أنه أنا الأفضل بيناتهم أو برافو عفاك نجحت بالبكالوريا أو شي تمشي وراسك مرفوع لا كل ما أجاك التهنئة توضعت الرفع أكتر وكل ما حاربوك ضلك صامت بقوة الرب أصمت بقوة الرب وهون هيدا اللي عمله يحنى المعمدان يحنى المعمدان كان جبل جبل بإيمانه وهل قد كان إيمانه أو بركة إيمانه تكون معنا جميعا إلى اللقاء شكرا